اشتركوا في القناة هذا طبعا المخرج 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 نتذرونا في القبرة يا حبيبي عدنا اليكم ومن الموجز للعناوين بسم الله الرحمن الرحيم ابو غازي يحدث في غرفته حدث غريب من نوعه وهو اختفاء احد كراتين الحمضيات ولا زال السبب الى الان مجهولا عفوا عفوا اخي ابو عابد عفوا عزائي المشاهدين امر طارئ كشفت لجنة التحقيق في برنامج المدهال عن الاتي ان ابو غازي متعمدا لفقد هذا الكرتون الحمضيات حيث جعله في غرفة حسن الصبحان لكي يأخذ الجبنة والتست من حيث لا يعلمون واصفرت هذه الانباء عن ان ابو غازي حزين لما بدر منه وعلى ذلك سمحت له لجنة المدهال بالسماح لجنة الانضباط في برنامج المدهال قفطت احد المتلبسين باختفاء اثنى عشر بيضة ودجاجتين حيث انها سببت مشكلة وازمة في مطبخ اليوم حيث ان المتهم في كل ذلك هو الشاهر عبد المحسن بعد ان قام بعمل وجبة الافطار لصباح هذا اليوم وكل يوم يعانون شباب المدهال من سرقة الجبنة من الفلاجة وبعد مراجعة الكاميرات اسفر تحقيقنا واجتهاداتنا انا واخوي ابو عبد بعيدا عن اللجنة ان المتورط في هذا الامر هو شاهر عبد المحسن وايضا مجرم اخر هو عبد العزيز الزارانية حيث تناول العديد من التست حتى بلغ عددها احدى عشر تستتن ومن هذه الاخبار الى اخبار اخرى حيث لقى صدى اليوم المطبخ افاقا بعيدا حيث تم خصم خمسين نقطة على الاستاذ عايس الضوي بعد عدم اكتمال التصويت له انا لله وانا اليه راجعون الخبر ما قبل الاخير كشفنا هذا اليوم امر مهم لقد تغيب الاستاذ كروم عن مسابقته في المسارات واسفرت احدى مصادرنا الملاحقة للكبتن كالرومة عن الاتية انه كان فوق تبتا في احدى مناطق التنزه وقد حضر المفطح قبل قبل وصوله الى برنامج المسار فرد بجملة الشهيرة لا ابوكم لا ابو مساركم وقال ايضا وايضا فادني المصدر قبل قليل انه قال انا ما عندي كيني ميني عند المفطحات فلذلك باذن الله سنوا فيكم بالعقوبات التي اتخذناها على كابتن كالروم وفي الخبر الاخير توعد وتهدد صالح الحرب مدير برنامج المدهال بتهديد هو الوحيد من نوعه وهو ايضا القاصم للظهر ستعلمون ما هذا التهديد بالتحديد في نشرة الغذب اذن الله بعد ان نتحرى لكم للمصادر الخاصة اخوي ابو عبد طبعا المخرج لانه يفيد ان انتهت نشرة الاخبار في تمام الساعة الثانية عشر وسبعة واربعون دقيقة عزي المشاهدين نتمنى ان نقلنا لكم كافة الاخبار الدائرة والمربع والخط المستقيم فيها برنامج استوديو المدهال من استوديو اخبار المدهال ودعوكم ونستودعكم الله على امل اللقاء بكم في حلقة اخرى نستودعكم الله وإلى القبة إلى اللقاء